موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بكم مرة تانية في فقرتكم من الحياة العملية اه طبعا كلنا لننكر دو دور اللايف جول في الشواطئ الساحلية وفي حياتنا اليومية ودايما يعني احنا دلوقتي في فصل الصيف كله بيروح المصف كله دايما هم متواجدين ومستمرين على الشواطئ وبيأمنوا السواحل فكلنا طبعا لننكر دورهم الفعال ليل ونهار عشان كده جبنا لكم النهاردة الأستاذة ماريوم وليام الـ HR Manager لشركة مارين ريسكو سيرفيس ايجبت هتكلمنا النهاردة عن دور اللايف جول في المنتجعات والشواطئ الساحلية اهلا بحضركم سيدة ماريوم اهلا بيك ايه الاخبار تمام الحمدلله نورتينا ونورتي قناة الصحة وجميل شكرا جدا نتكلم النهاردة عن الـ Life Guard في مارين ريسكو سيرفيس ايجبت تمام ايه دور الشركة وايه دور اللايف جول مارين ريسكو سيرفيس ايجبت دي شركة مصرية خالصة زوخ برد عالمية ودولية ومحلية احنا مختصين في الانقاذ والطوارئ المائية يعني مختصين في كل حاجة انقاذ وتدريب واستشارات اهم حاجة عندنا هي ان احنا نأمن المسطحات المائية وانها تبقى امنة 100% ده بيتم خلال ايه بقى؟ اولا احنا بنعمل كده عن طريق ان احنا بنضرب الناس اللي عندنا تدريب باحدث التقنيات العالمية وبنديهم كمان شهادات العالمية يعني اي حاجة بتفيد ان احنا ننقص حياة اي انسان بنعملها يعني بنضربهم عليها ده التدريب ده بيكون داخل الشركة ولا خارج الشركة؟ لا يعني بنضرب خارج الشركة بنضرب كمان الناس تدريب عملي عالشواطئ نفسها والكلام ده وفيه تدريبات تأكيد الاتيتيود بتاعهم والسفتي والكلام ده برضو جوا الشركة تمام يا سيدا مريم احنا النهاردة معانا شركة مارين ريسكو سيرفس ايجب فيه متوسعة جدا في مجال الليف جارد النهاردة عايزين نعرف بقى حجمة التعاون المشترك بينها وبين الكرة السياحية انتشارها موجودة فين الاماكن المتمثلة فيها؟ تمام احنا متعاونين مع جزء كبير جدا من المنتجات السياحية هنا في مصر منتشرين يعني في انحاء الجمهورية منها حاجات كمان عالمية يعني وزي ما قلتلك اهم حاجة عندنا هي مش انه الشغل وخلاص لا هي اهم حاجة عندنا ان احنا بندرب الناس ان هما ازاي يعني يتعاملوا مع الطوارق ولو في حالات غرق او كده احنا بنعرف ازاي خليهم يتصرفوا وازاي بقى الشاطئ ده امن مية في المية ان الناس تقوم فيه والناس عادي تقضي يومها بطريقة امنة جدا يعني كده عايزان المشاهدين يروحوا المصايف هم متطمنين مع مارين ريسك وسيربس ايجيبت تمام اه لا لازم يتطمنوا ادما في حد واقف بيتابع هما بيعملوا ايه وبالذات لو لايف جورد فاهم ومتدرب كويس يبقى ما يخافوش من اي حاجة احنا كده نقدر بقى يعني نقول للسادة المشاهدين لو حابين حد متخصص في لايف جورد او حد حابب اللي هو معاه شهادة انقاذ وحابب يشتغل في مجال لايف جورد يتواصل مع البرنامج وهنوصله بشركة مارين ريسك وسيربس ايجيبت وان شاء الله يلاقي فرصة عمل كويسة جدا معانا رسولة مارين هتوضح لنا ازاي احنا بنقدر نوظف الكوادر البشرية في الشركة احنا زي ما قلتلك اولا احنا كمان بنضربهم بس اهم حاجة يكون عنده البيزيكس يعني يكون على اقل معاه شهادة انقاذ من الاتحاد الغسو والانقاذ المصري واحنا بقى بنضرب تاني وبنديلوا التعليمات تاني وازاي يتعامل مع الطوارئ وازاي يشتغل عليها وازاي يبقى professional 100% مين بيقدر يدي التعليمات دي او مين بيوجه الناس دي ومين بيسلمهم الشغل مين بيقدر يستلم منهم احنا عندنا organization short حلوة جدا في الشركة كل واحد عارف مهامه كويس والتسكس بتاعته عندنا operation manager هو اللي بيدرب الناس اللي هي lifeguard وعندنا general manager عندنا تسلسل كده بحيث ان هو يوصل للاخر ان هو يبقى professional 100% تمام يعني لو حد جديد دخل الشركة حاب يتوظف هو كده كده اصلا يعني مجاله لكن مش مضرب او مؤهل بنسبة 100% احنا بندربه بنأهله 100% يعني هو بس يكون عنده كمان البيزيكس ويكون معاش هادة الانقاذ واحنا بنكمل باقي الطريق معاه دور استادة مارين بقى في الشركة انا الHR manager في شركة marine rescue service ويعني بنحاول في القسم عندنا نختار الكوادر اللي تدرب واللي تنمي المهارات بتاعت اللايف جورد بحيث ان هو يبقى في بيئة عمل تكون حلوة بحيث ان هو تخليه ان هو يشتغل بطريقة صح 100% خطة الHR في مارين ريسكو سيرفيس للتطوير الشركة خلال 6 شهور جايين لا دي بلان طويلة جدا بذات ان احنا وغدين مشاريع مهمة جدا اليومين دولة في جمهورية مصر فالبلان بتاعتنا ان احنا نطلع كوادر صالحة 100% انها تنقص حياة انسان اهم حاجة عندنا انه الانسان اللي هيبقى موجود تحت ايدينا ده يبقى قام من 100% اهم حاجة عندنا لان احنا مختصين في الانقاذ والاستشارات والمسطحات المائية بشكل عام يعني فاهم حاجة عندنا هي حياة الانسان مشاهدين الكرام انتم يعني صيفوا براحبكوا مع مارين ريسكو سيرفيس ايجيب هتلاقوا السواحل متأمنا كويس محدش هيتعرض للخطر او الانقاذ هيكون بمستوى فعال وعالي فاتطمنوا دلوقتي نقدر نتكلم يعني نستغل وجود استاذة مارين معنا استاذة مارين اتش ار مانجر لمارين ريسكو سيرفيس ايجيب هتكلمنا النهاردة عن شوية حاجات كده في الاتش ار روح الشركة لازم يكون فيها اتش ار عشان تكون بمستوى كويس ايه دور الاتش ار في الشركات استاذة مارين الاتش ار ميلي هو مختص في انه يجيب الكوادر الصحة في المكان الصحة لازم يكون عارف ايه هي بقت العمل الصحة لشان يشتغلوا فيها مستريحين يعني ويطلع اكبر انتاجية وكمان لازم يكون عارف الكي بي ايز بتاعت كل واحد قياس الاداء بتاعت كل الموظفين وإلا هتمشي بالبركة كده فلازم يبقى فيه عوامل موجودة في قسم الاتش ار بحيث ان الشركة دي تمشي ايه وتتقدم له قدام كمان ما يعني ما ترجعش الوراء لو في شركة بدون اتش ار هتستمر؟ اه هي هتستمر الفترة بعد كده هتقع لازم تقع لان من غير الاتش ار او الناس المختصة بشؤون العاملين والموظفين وتنمية المهارات بتاعتهم والاتيتيوت بتاعهم والترينينج بلان بتاعتهم اكيد اكيد هتمشي كده يعني بالبركة واكيد برضو يعني هتستمر فترة وهتقع لازم يكون فيه اتش ار ويكون فاهم وعارف ايه الاجراءات البرسيدجرز بتاعت الاتش ار وعارف ازاي يخلي الموظف يطلع احسن ما عنده واكبر انتاجية للشغل احنا ده بنعمله في مارين ريسكو سيرفيس ايجب اه طبعا بنعمله في الشركة بتاعتنا اكيد ولازم بنمشي على بلان وطارجت وان نشوف الكيبي ايز بتاعت الموظفين وازاي نريحهم على قد ما نقدر عشان نطلع منهم اكبر انتاجية يعني الخوف اللي بيبقى من الناس الاتش ار ده يعني بيخاف اي حد الاتش ار حيديك جازة الاتش ار هيخصم لك من المرتب الاتش ار في مصر معروف ان هو بيخصم من المرتب بس وبيمشي يوزع كده ايه اه كره كده وسط الناس لا في الحقيقة هو المفهود انه المفهوم ده خاطئ جدا يعني مفهود ان نلقيتش ار ده شخص حيادي بين الموظفين وبين الشركة بيعرف ازاي يجيب حق الموظف وفي نفس الوقت ما يجيش على حق الشركة اه بيعمل بيئة عمل المفهود بيئة عمل حلوة تخلي الموظف شغال برضى لازم يبقى فيه ساتسفاكشن وهو شغال وإلا مش يعني هيشتغل زي ما بيقوله في مصر هنا على قد فلوسكو ويعني كده مش محدش هيشتغل يعني لو هنمشي كده طيب احنا في مارين ريسكو سيرفس ايجبت بنعمل ايه عشان نخلي الموظفين مرتاحين ونريحهم ونخليهم يتقنوا عملهم وفي نفس الوقت يكونوا مركزين اثناء الشغل احنا زي ما قلتلك احنا بيئة عمل مختلفة شوي لان احنا لايف جورد ووقفين عشواطق ولازم يبقى مركز مية في المية علشان دي حياة انسان فبنحاول نخلي غير ان هو طبعا هيتعب طول اليوم وفيه شمس وكده واحنا معنا صور كمان على الشاشة بتقول ان الاسطاف بتاع مارين ريسكو سيرفس ايجبت وفيه يونيفورم وعندنا الادوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها عشان الانقاذ لو حصل اي حالة غرق بنستخدم احدث الاجهزة والتقنيات اللي نقدر نعمل بيها كده دول الاسطاف كامل دول الاسطاف كامل ده يبقى داخل المجرى الملاحك او دول يبقى وقفين على الشاطئ وفي نفس الوقت لو في حاجة حصلت يعرف ازاي يعني اول واحد يوصل للناس اللي ممكن تكون تعرضت للخطر ايه ممكن ينبهوا بان فيه خطر يحصل فبالتالي يتحرك انزل بقى يعمل الكلام ده هو بيمتابع مثلا ولا فيه انزلات ولا فيه لا طبعا بيبقى متابع بيبقى شايف كل الشاطئ قدامه اولا هما بيبقوا متقسمين اريا كل واحد مسؤول عن الاريا بتاعته بيعمل سكان بالنظر كده ولازم يكون عارف هو اللي قدامه ده بيبانى على واحد اسكان بيعرف يعوم ولا لا لو ما بيعرفش يعوم بيبقى فيه يعني زواهر كده بتقول ان هو هيغرق فبيخلي باله بيركز مع ده ده لأ تمام بيعوم كويس بس هو من لي بيركز مع كل الناس اي شارط خطر بتظهر من اي حد اول واحد بيوصل علشان يبقى مركز كويس ده دور حضرتك بقى ان تبطيب الشرق ان هو اه ان احنا نعمله بيتعامل حلوة بحيس ان هو يقف مركز ويطلع احسن ما عنده لان زي ما قلتلك ده حياة انسان وده اهم حاجة عندنا فيه ناس كتير بتخلط بين الـ HR و PR اه ده حضرتك ازاي نقدر نفرق بين الـ HR و PR على الرغم ان هما الاتنين مهمين جدا اه لأ ده مهم وده مهم بس ده حاجة ودي حاجة تانية خالص الـ HR زي ما قلت هو مسؤول عن الموظفين وتنمية المهارات وازاي يخلي باله من الـ KPI بتاعتهم وازاي يعمل ترينينج بلان بتاعتهم عشان يطورهم والحضور والانصراف كل الحاجات دي تشمل الـ HR اما الـ PR دي حاجة تانية خالص زي العلاقات العامة ده المفهود مسؤول ما بين الشركة وما بين العمل اللي برا الشركة او الشركات التانية بيعمل مؤتمرات ندوات هو بيبقى عارف يعمل الحاجات دي وبيسوق كويس للشركة بتاعتهم ازاي يعرف ازاي يخليها رقم واحد زي ما يقوله اه ايوه هو مفهود ان هو وجهة الشركة كمان يعني لو في مؤتمر او في حاجة هو اللي بيبقى بظاهر في الموضوع اكتر احنا دايما بنشوف اعلانات على السوشال ميديا بتقول ان في اعلاء في شغل في المكان الفلاني او في شركات بتطرح شغل وان دايما الناس بتروح تنزل بقى الاماكن دي وتقدم ويتم فيه طوابير ايوه وبتدفع رسوم وفي الاخر ما يشتغلوش ازاي نعرف احنا الشركة الثقة وغير الثقة اي شركة بتطلب رسوم في الاول يعني 90% بتبقى شركة فيك هي بتلم رسوم وبتلم فلوس وخلاص تمام الشركة التوظيف او المسمى دا دلوقتي شركة التوظيف هي شركة بتبقى متعقدة مع مصانع او شركات تانية عشان تجيب لهم موظفين وبياخد الكميشن بتاعه بعد ما بيعين الموظف مش قبل ما يعين الموظف فاي حاجة بتاخد رسوم من الشخص قبل ما ما يبقى فيه اي برسيدجرز او انتريفيوز او اي حاجة بتبقى 90% فيك ما بتبقاش صح يعني لازم تبقى لازم تكون اولا مشهورة ولازم تكون لها سجل وبتقدر بيه والكلام دا علشان ولازم الشخص يسأل عن المواضيع دي الاول قبل ما يروح يدفع فلوسه وخلاص في اي حد تمام انا كHR بقى عايز انامي مهاراتي او كفرض لسه مثلا مبتدق في مجالHR واحابب انامي مهاراتي اعمل ايه بص هو الHR دا كمان مش ينفع ندرسه وينفع نروح ناخد دبلوما ومبي ايه وناخد كل الحاجات دي بس الHR كمان لازم يبقى فيه اتيتتود كمان معاه هو الاتتيتود دا اهم كمان من الدراسة لازم يكون شخص حيادي لازم يكون شخص بيعرف ازاي يطلع احسن ما عنده قدامه ويخليه في بيئة مرتاحة ان هو يشتغل فيها الناس المبتدئة كمان فاكرين ان الHR زي ما قلت كده شرير فاخد الاتتيتود بتاع ان انا لازم ابقى تانيك ولازم ابقى مش مبتسم وعشان كده ينفع اشتغل في الHR بالعكس هو لازم يبقى مبتسم ولازم يبقى حيادي ولازم يبقى شخص عارف كويس هو بيعمل ايه لان المجال ده صعب جدا انه انت بتتعامل مع ناس تانية المفروض ان انت تريحهم وان انت تجيب حقهم وان انت تنمي مهاراتهم فقصة مش قصة الدراسة بس دي كمان فيه soft skills معها واتتيوت كمان يعني مش موضوع الدراسة وخلاص يعني يعني حضرتك دلوقتي كHR manager وانت بتختاري الHR اللي يبقى assistant لحضرتك تحب يعني ايه الصفات اللي هيبقى فيه هتكون فيه تختاريها بحيث يبقى هو مكان حضرتك في الشركة بالضبط بص الصفات اللي هي لازم تبقى فيه انه هو يكون شخص لطيف ده اهم حاجة تمام يكون عارف البرسيجرز بتاعت الHR يعني الحاجات البرسونال اللي هي اجراءات التعيين والحضور والانصراف والبيرول يبقى عارف الحاجات ولا من بيها اما القصة الاتتيوت فالاتتيوت ده بيبان برضو من المقابلة الاولى اذا كان هو حد متعجرف ولا لا وبختار على الاساس هو الاتتيوت وبعد كده بقى بختار على اساس انه هو عارف البرسيجرز بتاعت الHR ولا لا بس اهم حاجة يكون شخص لطيف لو بختار هختار الاتتيوت الاول يعني اللطف ده اهم حاجة في صفة الHR طبعا طبعا لازم يكون انسان متكلم جدا لانه هيتعامل مع شخصيات كتير قوي في الشركة او المصنع ولازم يكون بيعرف يتعامل مع كل شخص فيهم بطريقة الملأمة اللي تخليه يكمل في الشركة بطريقة صح هو يعني ممكن يحصل مشكلة بين HR وبين موظف الشركة وما يقدرش يحلها اكيد بتحصل مشاكل اكيد بتحصل مشاكل بين الموظفين والHR بس في حين ان هو اتفهم غلط لو الموظف فهم HR من اول واحدة غلط كده ان هو ده انسان مش حلو او ده بتاخله صمات بس الصمعة سابقة اه زي صح الصمعة سابقة فاكيد هتحصل مشاكل وانه على طول فيه سوء ظن في الموضوع بس لو دخل صح وعرف نفسه صح الHR وعرف ازاي يفهم ان الناس ان انا معاهم مش ضدهم الموضوع ده هيتحل خلصهم مش هيبقى فيه مشاكل اطلاقا يقرب منهم اه ويقرب منهم ويعمل بيئة عمل هي مشكلة في انه يعمل بيئة عمل صح ازاي يعمل بيئة عمل صح هي اه فيه ده حسب كمان الشركة صاحب الشركة لو اه الاتتتوت بتاعه او تفكيره ان انا اعمل بيئة عمل حلوة علشان الموظفين اللي عندي دولة يشتغلوا صح الموضوع بيتحل جدا يعني اما لو صاحب العمل اه نظام بتاع اه بياخدوا مرتباتهم وخلص وهو ده اللي عندي اه لا دي مش هتبقى بيئة عمل حلوة خلص هيا الامر الاساسي بيبقى صاحب العمل وبعد كده بيجي دور الاتتشار بس لو الاتتشار وصاحب العمل في ما بينهم مشاكل في الموضوع ده اعتقد ان صاحب العمل بيكسف الاخر لكن هو يعني صاحب العمل بيسيب الدنيا او بيسيب المجال ده للاتتشار يعني قوله انا جايبك عشان تريح الناس بحس تعمل بيئة عمل ده لو صاحب شركة فاهم كويس يعني ايه شغل ويعني ايه بيئة عمل ويعني ايه اطلع افضل انتاجية من الموظف في بيزنس فاميلي طبعا لو تعرفوا المصطلح ده بيزنس فاميلي ده معروف جدا وده بيجي منه 90% من المشاكل ما بين الموظفين وما بين صحاب الشركة والإتشقار بتبقى يعني حاجة مش حلوة خالص فالبيزنس فاميلي لو هو محطوط في بيزنس فاميلي الموضوع هيبقى صعب جدا لو صاحب العمل بيفكر بالعكس يعني لو بيفكر بانه لا هم على قد مرتبهم وهو ده اللي أنا بديه وهم يجوا يشتغلوا ويمشوا وخلاص بتبقى الدنيا صعبة شوية بس زي ما بنلاقي ناس بتفكر كده بنلاقي ناس بتحب الناس طبعا رضيان سعيدة صحاتها قويسة بحيث تبقى قادرة تنتج في الشركة صح في صحاب عمل محترمين جدا وبيفكروا بالإسوب ده وعارفين كويس انه لو انا قدتهم اللي هم عايزينه وانه هم يبقوا مرتاحين هيدوني الأضعاف يعني ايه يدوني الأضعاف يعني لو انا بدفع مرتب ألف جنيه والراجل اللي قدامي ده انا مريحه وهو تمام وبيتعامل حلوة هيديني أرباح فوق مرتبه يعني عشر أضعاف يعني هيكسب من الموظفين دولة أضعاف الأضعاف وليه موضوع قسم المعارد البشرية ده مهم علشان هو العنصر البشري ده أهم حاجة في أي شركة أو مصطع من غيره ما هو هيشتغل وحده وينفع حد يشتغل وحده في شركة طبعا لا أكيد لا طبعا هتقع فلازم يجيب مع ناس واحد واثنين وثلاثة وعشرة علشان للشركة دي ينفع كل واحد ليه مهمه وتنجح فلو ما كانش بيفكر بالطريقة الصحة وان هو ازاي يعمل رضا للموظفين والناس اللي عنده تيجي تشتغل وتبقى رضية مية في المية علشان تطلع أكبر انتاجية يبقى هو كده مش ماشي صحة خالص يعني وهتقع يعني في يوم من الأيام يبقى ننصحه ان هو لازم يتبع اللي هي مبادئ الـ HR ومبادئ التطوير مبادئ التطوير صح لانه في ناس لحد دلوقتي فكرة انه دولة ناس انا مؤجرهم بيشتغلوا عندي يعملوا اللي انا عايزوا بفلوسي فده برضو تفكير من صح التفكير ده عادة بيوقع الشركات يعني وبالذات الستارتاب لو بدأ من الأول يعني احنا بس حابين ننوه ان الأستاذة مارين ويليام مديرة الـ HR في شركة مارين ريسكو سيرفز معانا النهاردة وبتقول لنا بشرة لأي حد محتاج يشتغل في لايف جارد يتصل بينا ونوصله بالشركة تمام انا بقول لهم ان هما يتصلوا بيك ويوصلونا بيك واحنا على اتم استعداد ان احنا ناخد لايف جارد يكون على اقل مع البيزيكس واحنا ندربه ونطوره ويفضل معنا في الشركة ان شاء الله سيدة مارين ويليام الـ HR مانجر لمارين ريسكو سيرفز ايجيبت بنشكر حضرتك في ختام حلقتنا وان شاء الله تنورينا في حلقات تانية قادمة وموضعات مختلفة وان شاء الله الناس تسعد بوظيفهم في مارين ريسكو سيرفز ايجيبت ان شاء الله شكرا جدا اعزائي المشاهدين بكده تكون خلصة حلقتنا وان شاء الله استنونا في حلقات تانية وموضعات مختلفة من الحياة شكرا اشتركوا في القناة